اشتركوا في القناة في المنام من الرؤى المميزة جدا التي تدل على الفرج وتحقيق الأبنيات البيض في المنام رؤيته جميلة جدا وخاصة للنساء طبعا إخواني العزائي هنتكلم عن تفسير رؤية البيض بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو أحب عليكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الإشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده حلم أو رؤية وحبيب يفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وإن شاء الله نتواصل معاه ورد عليه في أسرع وقت أول حاجة يا أخواني العزائي رؤية البيض رؤية البيض بتختلف من شخص لآخر يعني مثلا بتختلف من الفتاة العزباء عن المرأة المطلقة عن المرأة المتزوجة ورؤية البيض لها دلالة مهمة جدا في حياة المرأة المتزوجة طبعا إخواني العزائي المرأة المتزوجة لو رأيت أنها بتجمع البيض في المنام أو أن فيه بيض بتشتريه في المنام أو أن شخص متوفي بيعطيها بيض في المنام دي بشارة لها وعلامة بإذن الله على الإنجاب خاصة لو المرأة دي بتفكر في الإنجاب أو بتفكر في حمل بإذن الله دي بشارة لها وعلامة على الخير طيب ممكن البيض كمان إشارة إلى يعني تحقيق أمنية في حياة المرأة دي ممكن يكون رزق قادم لها زي مشروع مثلا زي أموال قادمة هتحصل عليها عدد البيض بيكون ليه دلالة مهمة جدا في المنام زي ما قلنا مثلا بيضة بطين تلت بيضات الحاجات دي بيبقى رموز بتبشرنا بتحقيق شيء معين يعني كل ما العدد كان مثلا يرمز لشيء في حياة الشخص فطبعا اللي يشوف أعداد معينة من البيض فيفكر في الأشياء اللي حواليه ممكن يكون عدد البيض رمز مهم في حياته أو إشارة إلى تحقيق أمنية مثلا في المعاد اللي بنشوفه أو في العدد اللي بنشوفه يعني زي مثلا بطين مثلا ممكن يرمزوا لأسبوعين شهرين سنتين والله أعلى وأعلم بس هي رؤية البيض عموما للمرأة المتزوجة بشارة وعلامة على الخير القادم في شيء برضو بسيط جدا لو البيض مثلا بيتكسر في المنام ممكن يدل على أن مثلا في حمل وبيسقط أعزاكم الله أو في بعض المشاكل البسيطة في حياة الشخص فاللي يشوف الرؤية دي ممكن يقوم من النوم ويدع ربنا أنه ما تدرهوش وكمان آآ يخرج صدقة بنية الفرج وبنية قضاء الحاجة إن شاء الله وربنا هيسر له الأمور سواء الرجل أو امرأة أما إخوان العزاء رؤية البيض في المنام للعزباء والمطلقة فدي بشارة ليهم إن شاء الله بتحقيق أمنية غالية وغالبا بيكون ارتباط أو زواج وطبعا زي ما قلنا الأعداد بتاعة البيض في المنام بترمز إلى وقت معين ممكن مثلا أشهر أيام أسابيع مثلا أو سنين فطبعا الرؤية رؤية مبشرة جدا رؤية إشارة إلى زواج أو تحقيق أمنيات بإذن الله وخاصة للعزباء والمطلقة لأنهم طبعا يعني هما الاتنين يعتبر رؤية واحدة بالنسبة له طيب لو واحدة حامل مثلا ورأيت البيض في المنام بيكون بإذن الله إشارة لها بخير وتحقيق أمنية وطبعا لو رأيت إن البيض شكله جميل وشكله كويس بيدل على إن الحمل بتاعها بإذن الله فيه التمام وطبعا بيدل على إن الخير قادم بإذن الله أما لو رأيت أعزاكم الله مثلا بيض بيتكسر فممكن تحصل لها مشاكل في الحمل بتاعها أعزاكم الله وربنا يعني يسطر عليها فطبعا اللي تشوف الرؤية دي تخرج الصدقة بنية الفرج وبنية بعد الأزى بإذن الله أتمنى إن الرؤية تكون عجبتكم وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته